يا صباح الفل على كل الناس اللي متابعينا حلقة جديدة من نهارك سعيد يا صباح البرد ودرجات الحرارة المنخفضة نصيحتي الشخصية لكل اللي ما عندوش حاجة ضروري قوي يعني ينزل عشانها لكوا عادين في بيت شربة عطس كده ضريفة قدام التلفزيون وتفرجوا على حلاتنا النهاردة هنكون معاكم على الهواء مباشرة أنا وفادي لمدة ساعتين صباح الفل يا فادي صباح الخير يا عيدة يا صباح الخير على كل مشاهدينا ونهاية اسبوع وبدأت شهر جديد نهاردة واحد مارس الفين واتنشر يا رب يبقى شهر كله خير علينا ويمكن الأخبار متولية ما شاء الله في مصر بعد الثورة كل يوم أحداث جديدة ويمكن أهمها تحديد موعيد انتخابات رئاسة الجمهورية الرئيس القادم عن انتخبه يوم تلاتة وعشرين واربعة وعشرين مايو اللي جاي والإعادة هتبقى في ستاشر وسبعتاشر يونيو على أن يتم إعلان الرئيس فعليا والنتيجة يوم واحد وعشرين يونيو الفين واتنشر هنتكلم أكيد في الحلقة في حاجات كتير جدا منها أهم الأخبار في فقرة الصحافة كان عادة بعد الفاصل أو الفقرات بس هايزة كلمة على قانون أو تفاصيل والجدول الزمني بتاع الانتخابات طبعا كان فيها اعتراضات موجودة كده بدأت تطلع عن بارح ففينا إذا كان ده هيتم الاستجابة لها أو لا بس فكرة إن الجدول الزمني براح قوي وواسع قوي وإيه أهمية ده وإذا كان ده فعلا الأصلح أو لا فيه تفاصيل كتيرة أكيد هتبقى بيتموا نقشتها من دلوقتي لغاية يعني من غاية ما الانتخابات تتعمل والباب التراشح كلنا عارفين إنه هيتفتح من يوم عشرة مارس فيعني مش هنكلم عنه ده باستفادة النهاردة بس أكيد هم عندنا فقرات عنه خلال الأيام اللي جاية نهاردة كمان يكون عندنا بعد الصحاف على طول اللي فادي قال عليها اللي هتكون مع فادي كمان هم عندنا فقرة عن مراكز الشباب ودور الشباب والمؤسسات اللي علاقة بالشباب التابعة للدولة خلال الفترة اللي فاتت وتقييمها إذا كنا شايفين وسلبي نتوقع ونتمنى إنه يكون إيجابي بقى في الفترة اللي جاية هكون نهاردة معانا مهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس القومي للشباب ودور المجلس القومي للشباب إيه هل هو بس مراكز الشباب؟ هل هي بس بيوت الشباب؟ هل فيه أنشطة تانية؟ ولا لأ؟ هنعرف تفاصيل كتيرة جدا من ضفنا النهاردة في حلقتي في وسط كل الحاجات اللي احنا فيها ما بننظرش ننسى إنه الدرائب من أهم إيرادات الدولة اللي بتخش في الميزانية اللي بتتوزع علينا كلنا هنتكلم عن الإقرارات وعن التسيرات اللي بتقدمها مصلحة الدرائب للممولين هيكون معنا دكتور مصف عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية للاتفاقات الدولية هنتكلم معاه بالتفصيل عن الدرائب والإقرارات والتسهيل لأن اليومين دول خلاص الوفيود الناس تكون بتجاهز إقراراتها الدرائبية آخر الشهر تقريبا الأفراد والشهر البعادي الشركات أو يمكن العكس فبالتالي هتأخذ محتاجين نفهم شوية تفاصيل عن الموضوع ده مياه النيل بقى وكلام واتفاقية عن تيبي ونمضيها وخدنا حد أقصى ستين يوم ومنعرفش علاقتنا بدول حوض النيل هتبقى عاملة زي بفترة الجاية حسة مصر هتتأثر ولا لأ؟ إيه الجديد في قضية حوض النيل هنعرفه النهاردة برضا يكون معنا آخر فقرة هتبقى مع أستاذ آية محررة بجريدة الشروق عشان نعرف تفاصيل عن الجديد الخاص بحض النيل لكن تعالوا نبتدي فقراتنا بالصحافة بعد الفصل على طول مع أستاذ عماد خليل الصحفي بالمصر اليوم هليكم معنا الصحافة بعد الفصل علينا زراإ ترجمة نانسي قنقر